نجم العمل بالزند هو الفنان تيم حسن يلي دايماً كل سنة بيحجز مكانة كبيرة بقلوب المشاهدين وعنده صار جمهور وجماهيرية ما فينا نقول إلا أن عربية على مستوى وطن عربي وأكتر واحد من الناس الذين من الطباب الذين تخرجوا من المعارض العجل المسرحي ومضى بطريقة مهمة برمج حياته بشكل وصل إلى هذا النوع من العمل وقدرة على الشغل والإرادة بالإرادة يعني بلحظة من لحظات قد تسقط العضلة قد الجسد يتعب لكن عندما يتم تفعيل الإرادة يصبح بالضغط يصبح الفعل أرقى وألطف وأهم وفي على الأقل مشهد المعركة بينه وبينه كانت هاي الإرادات بينه وبينه يعني تفعل هو إنسان لطيف جداً أنيق جداً ودود جداً أول مرة بلتقينا لكن بعرفك طالب بالمعهد بيوم الإيان كان موجود درست شيء مرة؟ أبداً لا كان في تدريس بس أنت كأستاذ مدرب بالمسرح إذا بدنا نقول بعيداً عن أنه فيز قذق مشارك بهيداً على العمل كيف تقيم أداء تايم حسن بموضوع أي أنا مالي ناقد دعاً بس أنت أستاذ مدرب دائماً تقييم إذا مش الأستاذ قيم وقال مين بدوا يقيم؟ في طلاب تخرجوا من المعهد يفترض أنه تجيبوهم لهون يعني مكاننا أنا بدي تقييم حسن طلاب لهم على لا تقييمه كإنسان رائع على رأسي هو وغيره كلهم تممثل تممثل حبه كتير يعني شوف ما أحلى ما فيك تقيم الأداء أبداً منك لا 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 كان الأداء في اللقطة في اللحظة أداء رائع بذل كل ما يستطيع ليكون هو والشباب من حولنا بذل كل ما يستطيعون للنهوض بهذا المشهد العنيش الصعب بالماء يعني نتخيل درجة حرات الماء كانت بردي جداً والوقوف هناك لساعات يعني مش لا خمس دقائق أو تنزل وتطلع لساعات على مدى يومين ثلاثة يام وعندما كانت تميل الشمس للمغيب كان البرد يعني جداً يعني بارد كان علينا أن نتماسك وكان علي أن أكون قبل طلعك بالماء موجود طبعاً دحلك عاصي حيقتل إدريس عاصي رحيقتل إدريس شو اسأله لا خليه ما رحيقتل